خلينا نروح نصبح على زمرتة دينا الشرف عشان نتعرف كمان منها على أخبار التقس والمرور في القاهرة والمحافظات ولسألها السؤال الحالة دينا صباح الخير عليك صباح الخير شو ما أنا صباح الخير يا شارج صباح الخير يا دينا قولنا بقية دينا إيه الأكرات اللي أنت بكنتش بتحبيها وأنت صغيرة ودلوقتي بقيت بتحبيها السبانخ طبعا دي من حاجات اللي كانت بالنسبة لي كنت ممكن أعضع عيط اليوم كله لو في سبانخ بس دلوقتي لأ بقيت بحبها فعلا يعني كنت بتكليه يعني زمان بتكليه غصب عنك طبعا بكل أكيد من النوع الأول من الأمهات آه لأن لأ عشان زي برضو جمالة كده ما بتقولك والتانى فعلا نحيفة جدا وعندي أناميا مستمرة فكات حجت ماما لازم أكلها عشان نسبة الحديد اللي فيها عالية قوي ولازم نتغذى علشان ما نروحش للدكتور وناخد حقان يعني كان بيبقى فيه ووريات كتيرة جيدة سن معين مفاش ناكله قبلها يعني حاكل اللي اللي ممنكبر بنحب السلسة آه أنا حبيتها جدا دلوقتي بالنسبة لي يعني مبسوطة وأنا باكلها أيها بالزباب آه مستغربة جدا بس أنا بختلف معاك حاشات لي بقى في القلقاس تحب القلقاس جدا ده العشق يعني من نسبة أنا كمان الله يزيل وكل اللي حوالي ما بيحبوش ربنا معك أنا الوحيدة اللي ما أحبوش بس فعلا زي ما بتقول كده احنا فيه اكلات اه ما بتكونش بنحبها واحنا صغيرين بس فيه اكلات بقى بتبقى برا البيوت كمان يعني فيه بيت ما بيعملش عمره اكلة معينة احنا كنا من البيوت اللي عمرنا ما نعمل عكاوي دي بنسبة لنا دي ما بتخشش للبيت وحد الوقتي لكن لما تجوزت بصراحة بدأت عاملها لا بقيت احبها كمان دي من اكلات اللي عمري ما كلتها في حياتي وكلتها لما جبرت وتجوزت